افتتحت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الأولى من قمة اللغة العربية تنظم القمة وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي في منارة السعديات ويشارك في دورة هذا العام ثلاثون مفكراً وأديباً وأكاديمياً يناقشون مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه اللغة العربية وقد اختارت القمة مجمع اللغة العربية في دمشق أقدم مجمع للغة العربية في العالم كضيف شرف لهذه الدورة نظراً لما قدمه من جهود ملموسة في رعاية ودعم اللغة وحمايتها وصونها باعتبارها لغة علم ومعرفة كما تحتفي القمة هذا العام بمكتبة الإسكندرية كشخصية اعتبارية لجهودها ومساهماتها الرائدة في نشر اللغة العربية والتعريف بها عالمياً إلى جانب ما قدمته من خيارات معرفية وفكرية وثقافية أثرة الحراك الثقافي على المستويين العربي والعالمي دورة الأولى لقمة اللغة العربية كانت الافتتاحية السنة الماضية في إكسبو دبي عشرين عشرين هنا نحن اليوم برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد وهنا كثير من الملامح التي نراها في توجه القيادة لدعم اللغة العربية التي هي لغة الهوية ولغة الوطن ولغة أيضا ليس فقط الماضي ولكن هي لغة المستقبل في هذه القمة هناك الكثير من الجلسات الحوارية ولكن الأهم من ذلك من هذه الجلسات هي البحث هي المشاريع التي أيضا نعمل بها التي نعمل بها لتطوير اللغة العربية هناك ضرورة مهمة جدا للنظر بالبحث نظر بالمواقع الفضاء الإلكتروني البحث باللغة العربية البحث في مجال التعليم تعليم الأطفال للغة العربية لماذا اللغات أخرى تطغي على لغتنا وما هي الوسيلة المناسبة لذلك نحن في مرحلة تطور في مرحلة يجب أن نواكب بها هذه الحقبة من الزمن التي تتطلب منها أن يكون هناك عندنا شراكات الشراكات ليست فقط عربية ولكن هناك شراكات عالمية أيضا لأن هناك محاولات أيضا للغات أخرى كيف أنها تتواكب التطور الشيء المهم أيضا هي الورش التي تقام في هذه القمة ورش لكتابة القصص ورش للشعر وما إلى ذلك اللغة هي لغة ليست فقط التي تمثلنا ولكن هي اللغة التي يجب أن ننظر إليها بطريقة عملية أيضا والطريقة العملية هي أن نكون مرنين في لغتنا العربية وأن نكون أيضا عطفين على الأطفال عندما نقوم بتعليمهم هذه اللغة الجميلة